نرمينا أولى فقراتنا لليوم رح نبدأها من وحي هذا المكان الجميل أكيد بصناعات يدوية لم تفقد بريقها وجماليتها عبر السنين الطويلة لتكون شاهد على عراقة التراث السوري في كل العالم لنحكي أكثر عن هذه الصناعات التراثية وأيضا عن المشاركة في معرض دمشق الدولي معنا في خان الزجاج السيد عصام الزيبق رئيس اتحاد دمشق للحرفيين يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يعني بداية خلينا نبدأ من الحدث الأبرز اللي عم تتحضر له يمكن كل سوريا بكل فعالياتها وهو معرض دمشق الدولي بنسخة الواحد والستين خلنا نحكي عن مشاركتكم لهذا العام كيف رح تكون كل عام أنتوا بخير ونعهد علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة وعلى وطننا الغالي تحييات التجهيزات الإمنة في الاتحاد جميعات الحرفية تجهيزات كاملة طبعا نحن ساوينا السنة تمييز أخذنا تحت رعاية الاتحاد العام للحرفين بالجمهورية العربية السورية طبعا نحن عنا جناحين ساوينا واحد للمهنة الشرقية والتراسية واحد للمهنة التقليدية فساوينا مشان العين تأخذ تعرفي في الشك في كزا الشغلات النسائية الأكسسوارات النسائية حضو حطينا ببند لحالو والأشياء التراسية حطيناها ببند لحالو فطبعا نحن عنا تمييز وعنا حاضن الدمشق الحرفية بدمار كمان ساوينا لها جناحي لشيوخ الكار كمان الحالة بي طبعا هدول بيضمنهم كمان شاركنا بمعرض الباس للإبداع كمان نحن عنا عشرة حرفيين شاركوا بأشياء مميزة باختراعات محلية يعني هلا إذا منفوت بالتقليدية نحن عنا ثلاث مشاركين تم تأسيس أو تصنيع ماكينات لإخراطها وتوابحها طبعا هاي الأولى بالشرق الأوسط نعم يعني وعنا طبعا المهنة التراسية نحنا ما فينا ننساها لأنه هذا تاريخنا وتاريخ السورية بعراقتها ومن خص دمشق فيها لأنه هي دمشق عاصمة التراس وأقدم عاصمة مقبولة بالتاريخ فأكيد يعني هذا أخذناها الانتباع هذا الجيد وأكيد نحن بنشوفكم بالمعرض وبتشوفوا الأشياء الفنية بالفعل اللي احنا عنا الأيادة الحرفية كل يد بتلف بالحرير عنا أشياء صارت اللي عندي عندي قدتوا مثل الصداف المزيك وتوابحهم عدوا لإلون اليوم طبعا هلا نحن بنحكي على السيف الدمشق السيف الدمشق اليوم يعني غزى العالم بمعناته غزى العالم بثقافته بجودته بمنظره بنقشه فهذا طبعا أخذ وما مننسى نحنا الزجاج نحنا عنا الزجاج اليوم هلا نحنا عنا الزجاج الفينيقي اليوم أخذ دور عنا الزجاج المرسوم عليه فعنا الحمد لله كم يعني منضاهي والحمد لله يعني نحنا كل ياتنا بنشتغل لأجل سوريا أكيد يعني نحنا بنفتخر بالحرفي اللي عنا بنفتخر بالحرفيين يلي ما زالوا مستمرين ويمكن عم يورثوا أولادهم الحرفة أو أي حدا حابب يتعلم مثل ما حكيت نحنا دائما مواكبين سواء كان شيوخ الكار دائما نحنا مواكبينهم خطوة بخطوة أنه لا الحرفة ما لازم تموت أو ما لازم تنسى دائما هنين متوارثة هي ويمكن هذا دليل أنه نحنا كسوريين تراتنا منحافظة خلينا نحكي عن الحرفيين السوريين نحكي شوي عن كمان اتحاد حرفيين السوريين ببداية أنا بتشكي رقيادة المركزية حزب البعث العربي الشراكي يلي دعمت دعم كامل مجلس شيوخ الكار مجلس شيوخ الكار هو من أهم عناصره التأهيل والتدريب التأهيل والتدريب فهذا حيكون هو الموروس الحرفي أو فهذا وقت مشينا نحنا فيها مشينا بآلية كتير حلوة فهي الآلية اللي مشينا الشيخ الكار أول شرط فيه أنه هو يدرب ويأهل هالموروس هذا فنحنا في عنا كتير مهام مسلا خلينا نحكي عن الزجاج المعشق الزجاج المعشق تقريبا بسوريا صفي عنا اتنين واحد بدمشق واحد بحلب فهلا هذا الموروس هذا نحنا هلا تقريبا صار جاهز عنا الشيط من حرفيين بالزجاج المعشق أخدنا مشان نمشي بآلية معينة مشان هذا الشيء ما يندسر ما يروح فنحنا مشينا بهالآلية طبعا نحنا اتحاد العام للجمعات الحرفية كل الدعم معنا فنحنا اتحاد دمشق مندعم الحرفيين بالمعارض بالمهرجانات اي شغلة فنية اي قصة معلقة بأي مكان فنحنا اكيد بنمشي فيها لاجهة نحافظ على موروس هذا لانه نحنا سوريا معروفة بصناعاتها الشرقية يعني نحنا شاركنا بمهرجانات ومعارض عالمية الحمد لله حصدنا الجوائز يعني انا بذكر احداهم الهند مثلا هند شاركنا على 1800 عارض تخيلي نحنا مناخد تلت مراتب الأولى حلو مغريب على الاياد السوريين بالفعل انا بقول مغريب في اسلام تمك لانه هذا الكلام يلي بالفعل انه بيرفع الرأس يعني الحمد لله فالموروس نحنا محافظين عليه وان شاء الله نحنا المهنة اللي حتقول صفيها منا خمسة ستين ان شاء الله السنة الجاملة لأيون خمسة ستين زرامة يعني حضرتك كنت عم تستقرلنا عن الزجاج المعشق اتنين عم يشتغلوا فيه طيب خلينا نحكيه مثل ما بيقولوا بالمشرمحي ليش واصل له المرحلة انه مهن هي عم تعقص الثقافة السورية والتراث السورية واصل لمرحلة نقوم مهددة بالانقراض للأسف شو السبب؟ السبب اليوم مثلا كان البيوت العربية كلها مثلا تقسم النوافذ البواب تعشقون هذا الزجاج عم تجي كل اطعالون هلا اليوم معنا غير الجوامع والكنائس تحديدا هل الارنتين اختلاف الثقافات يمكن العمرانية فليوم وقت بديك تقولي اليوم انه اليوم ما فيك تقولي والله بيت مثلا ببناية برجية حاطة زجاج معشق انا عم يدمجو عم يدمجو هلأ انتو بتلاقيها هلأ بتلاقيها مثلا بالفيلات هلأ بتلاقي انو عم ياخدها انو كان بالاول بالبيت العربي بالكذا عم يعطيكي المعالم الدمشقية او المعالم التراسية اليوم ام صارت محدودة يعني عنا الجوامع والكنائس فهدولة ونستزير تكليفة عالية؟ طبعا التكليفة ما هي عالية بس كمان الحرفي اليوم انت وقت بديك تفوتي يعني وقت بدي يركب شباك مثلا زيخة قول مثلا مترين بمترين هذا عم يشغله في ثلاثة ايام فهذا العائد المادي تابعه ما بي ما بيوازي اليوم على فهقول بتلاقي انو خلاص يعني شو بدي لقبره شو ما كان بيشتغل فهذا الشي فلأ نحنا رجعنا ننمي هذا الموضوع ورجعنا نحنا هلأ اللي عم يدرب وياللي عم يدرب نحنا عم نزودهم براتب اتنين لقاء انو نحي هالموروس هذا يمكننا نربينا اي راتب او اي اجر ما بيعادل الابداع او التعب اللي بس ولكن هو يعني لا ما هو مخصص في راتبه ولكن قدما كان دائما منحس انو ما منوفي حقه لا الحرفي لانو عم يشتغل بايده يعني وخصوصة انو بيشتغل بايده يعني غير فيه جهد عم يبدله فيه فن فيه رقي وفيه ابداع اكيد ودائما اذا اتيحت الفرصة يمكن لا انو نقدر نزيد ونزيد اكيد ما فيه ما حيكون فيه تقصير لا كلامك رائع نحن الامور المادية هي امور معنوية لا اكثر لا اقل نحن اذا ما كان مبدع وهاوي مبنيه هذا الابداع والهيوات بيكون انو الانسان جاهز انا من داخلي حتى اعطي شيء فهدو اللي بدي يعطي او بدي ياخد الملقي او المستلقي اتنين هدول بدي ياخدو نفس الالية ذاتها فبدي يكون فيه عنده هذا من غيرته على التراث وهذا بحبه بالتراث فهذا المبدئ ان احنا نشتغل عليه اكثر من الرمور المادية كنا نحكي كمان عن اليد العاملة السورية وقلنا هي من شوي ايدة بتنلف بالذهب وحقيقة يمكن اليد العاملة السورية معروف السوري شغيل وشغله متقن كمان يمكن هلأ بعد شوي حيكون ضيوفنا في عنا نمازج فتيات موجودين اليوم بيئ الخان خلنا نحكي انه هاي المهن اليوم أنا بقى حكر بس على الرجال ولكن عم يكون فيه نساء يمكن عم تحاولوا تستقطبوهم وعم يأثبتوا جدارة يمكن عم يعطوها هاي اللمسة الانسوية اذا بتيقول انا بتشكرك على هذا السؤال لانه هذا السؤال كتير انا حابب كتير ضوع لي يعني المرأة السورية بهالأزمة المرأة السورية فيها حطت بصمة انه هي يعتمد عليها بكافة المراحل انا هلأ عندي خرجت انا ما يقارب 15 فتاة او بما بدي قول فتاة حرة فيه بينشد فيهنا الرأس وبيرتفع فيهنا الرأس انا شغلتهم بمعمل معمل اسمه المهنة اسمه كبس وبلص يعني هادا كلهات وعنده مكابس وعنده مخارط وعنده يعني شغلة نحنا منقول هذا بده رجال ورجال ضخم لحتى يشتغل فيها اثبتت اليوم الفتاة او الحرفية السورية انه انا قادر يفوت على الحرف بجدارة وجدارة قوية جدا يعني هاي نحنا اللي عم ندور عليها انه نحنا أبك الشي نحنا ما عنا فرق بين المرأة والرجل نحنا اتنين متساويين ما من طالب لاحق المرأة والأحق والرجل اتنين متساويين فهون اكدت المرأة انه انا قادر انه وقف انا بيجهدي وبالتعابي وكل الاحترام لكل فتاة فاتت على المجال الحرفي وانتجت وحطت بصمئلها اكيد كل الاحترام لجميع العاملات السوريات اللي اثبتوا بالأزمة وجودهم رغم الظروف اشتغلوا في منهم فقدوا أزواجهم وفقدوا أبناءهم والمعيل لألهم ولكن استمروا من دمشق الى العالم انطلاق بدأ العد التنازلي لمعارض دمشق الدوري بدأوا ثلو 61 التحضيرات الاستعدادة يمكن هذيك السنة كمان كان في مشاركة ولكن دائما بالسنين اللي بتتبعها منشوف نحن شو شو هيك في صغيرات صغيرة منتجاوزها يمكن ولا قدام خلينا نحكي عنا مع حضرتك ما عرض دمشق الدولي اللي احنا بداية أنا قلت انه نحنا اسمنا للشرقي ولا للتقليدي طبعا نحنا الميتين وعشر حرفيين مشاركين من ضمن الجمهورية العربية السورية طبعا نحنا من المحافظات حتى الاتحاد العام مشكور اي واحد بده يجي من الاتحاد العام أنا فقط اقامته ونقله كله على حساب وحيكون نحنا هذا الشي تشجيع انه يكون نحنا لانه بتعرفي كل محافظات الى الطابع تبحها وإلى اللون تبحها فنحنا مشان يكون المعرض الاتحاد العام اللي حرفيين مميز فنحنا هالسنة ميزنا طبعا حرفيين مشاركين طبعا في عندك وصنفين المهن الديمشقية السورية كمعدات مصنفين قديش حددون تقريبا الديمشقية تقريبا 80 زلمة الدمشقية وعنا من الريف دمشق تقريبا 50 زلمة وبقى المحافظات الرقم هاد يعني الحمد لله فنحنا هلا بتطلعي بتشوفي صبعا نحنا عم نجهز 4-5 يام قاعدين فوق بشكل متواصل وهلا نحنا منخلصة هاللقاء وكمان طالعي لفوق لأنه نحنا تعرفي في نظرة نحنا وقت أخدنا المعالم التراثية ليش نحنا أسمنا وقت بتكوني انتي ماشي هيك بعين المجرد عم تشوف في هذا الشرقي فعم تشد عينك من منظر لمنظر لمنظر فكل ياته النفس الألية فأنتي بتكوني وانتأنا عن الجناح التاني التقليدي فبتحسي انه هذا مبدع هذا أبدع هذا هذا فنحنا مشينا فيهن بخطوة طبعا بتكمشي انتي الحرفي يعني ما فيك تقولي حرفي نحنا بيستغني عنه لأنه التقليدي مثلا المتاخدي بيليش معاك من الحزاء للبنطر ولللللل هاي وانتي ماشي فهذا أبداعه يعني هالأبداع هاي اللي بيصير فأنتي الناس بتقول شو الحرفي لا هو الحرفي عندك كل ياتنا منحتاجه من باب اصقاء طبعا وانتي ماشي ف صوص اللي عنده بيت وبيعرف هدول القصص اللي تفاصيل اللي أهدولي فبحر هلا نحنا هلا السنة هاي بس نحنا نالوه ما حيشارك هاد الزلمة نالوه السنة الجاي منزل اوالب تمام قطع قطع هاي هاي للسيارات يعني نحنا استغنينا على الاستيراد استغنينا على الاستيراد فأنا قد اتفرجت عليه هدا كل مساوي اوالب مساوي قطع صناعة سورية الظاهي الاوروبية يعني الحمد لله فمن المعالم التراسية للمعالم التقليدية والخدمية بجناح الحرفيين غني فيهم ان شاء الله هالسنة نحنا طبعا صناع الماضي اخذنا المرتبة الاول بجناح الحرفيين بالعرض المميز وان شاء الله نحنا هالسنة كمان غيراني انه كمان المركز الاول لما نحكي عن معرض دمشق الدولي فهو ليس حدث ثقافي وانما اقتصادي وهذا العام من دمشق الى كل العالم يعني ان شاء الله بيكون في ممكن فائدة لجميع الحرفيين اليوم نورجي ثقافتنا نورجي حضارتنا نورجي صناعتنا لكل العالم بدنا نشكرك كتير اليوم واكيد على الاستضافة لسيد عصام الزيبق رئيس اتحاد دمشق للحرفيين شكرا نتكير لك كل شكر لك نتمنى لكم توفيق بمعرض دمشق الدولي اكيد دائما الحرف السورية نحطها بين قوسينا السورية هي دائما السباقة والمميزة وهي اللي بتستخدم جميع العالم وهناك نحن هنكون من دمشق الى العالم نشكر وجودك معنا شكرا لكم الله تكون عافية اشتركوا في القناة